التقى الخصوم شريكة الجريمة على جسد الضحية منذ مدة بدأت المؤشرات تؤكد أن الصراع في اليمن يشهد تطورات لافتة بعد حرب امتدت لقرابة خمس سنوات لقاءات توزعت بين مسقط العاصمة العمانية والرياض تكشف عن مساعي سعودية لترتيبات وتفاهمات مع ميليشيا الحوثي لإنتاج اتفاق مماثل لاتفاق الرياض الموقع بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة غير أن هذا الاتفاق المحتمل يغيب حكومة هادي كليا عن المشهد الرحلة الأخيرة لنائب وزير الدفاع خالد بن سلمان ورئيس الأركان وسفير السعودية في اليمن محمد الجابر والتي حملتهم إلى مسقط للقاء مسؤولين عمانيين وقيادات حوثية حملت أيضا المباحثات إلى نقطة أكثر تقدما بحسب مراقبين فإن الرياض تحاول العمل على تصفية ساحتها الملغمة بالانتهاكات الإنسانية وإنهاء ملف الحرب في اليمن قبيلة رأسها لمجموعة العشرين العام القادم بالإضافة إلى السبب الرئيس من هذه التحركات وهو الخروج من حالة الاستنزاف التي تورطت بها في اليمن الحوثيون كانوا قد أبدوا استعدادهم لوقف الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة مقابل وقف الضربات العسكرية غير أن اللافتة في المعلومات التي حصلت عليها قناة بالقيس حول مباحثات الرياض غير المعلنة بين الحوثيين والسعودية هو مدى التقدم المحرز على طريق الاتفاق النهائي بين الجانبين المصدر قال إن الوفد الحوثي التقى مسؤولين سعوديين في الرياض أبرزهم نائب وزير الدفاع خالد بن سلمان في الثالث من نوفمبر الجاري بالإضافة إلى رئيس جهاز الاستخبارات ورئيس اللجنة الخاصة وآخرين وبحسب المصدر فإن المباحثات أكدت استعداد المملكة لدعم الحوثيين مقابل قطع علاقتهم بطهران وأن الجانبين اتفقوا على طي صفحة الرئيس هادي والتوافق على شكل السلطة المقبلة المصدر الذي حضر جانبا من هذه اللقاءات أكد لقناة بلقيس أن الوفد الحوثي عرض التزامه بتأمين الحدود ووقف استهداف المنشآت السعودية مقابل وقف المملكة لغاراتها وإيقاف استهداف قادة الميليشية ورغم أنه لا تأكيد بعد على ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين فإن ما بات بحكم المؤكد الآن هو سعي الرياض الحثيث لإخراج سلطة هادي من المعادلة نهائيا عبر اتفاقات لا ترى سوى مصلحة السعودية فقط ترجمة نانسي قنقر